السلام. مرحبا بكم. مشاركة. ان شاء الله هتكونوا كاملة بخير على بدي بلا رانا كاملة مع تحضرات الرمضانية. هذي اليومين دخليناني شوية غيبة ولكن هني جيت نكمل معاكم السلسلة الاخيرة انا قبل رمضان ان شاء الله في المملحات وبش نكمل مع بعضنا هاد البوكس درنا اربع نواع الاولى ديجا درناها اليوم راح نكملوا النوعين تعشى ورمى نجيبتلكم اليوم مصفارة يعاد تعه خبز تعشى ورمى بزاف اقتصادية التجارية خاصة الناس يتخدم لي وكذلك لانه المقادير تحامض بطا. انو جبتلكم كداش تخرج انا هنا كيلو تفارينا يخرج لي 60 حبة من هاد النوعين راح ندروا راح تشوفوا كيفاش راح نخدم الخدمة بطريقة ذكية. على غوش عندي عندي كيلو جرام من الفارينا بينسيغ تكون من خولها. عندي خمس ملاعق كبيرة من الزيت. عندي ملعقة ونصف صغيرة من الملح. عندي اه كيس تا خميرة كيميائية. واللي وزن تحى عشر جرامات. ميو عادل اثنين ملاعق صغيرة من الخميرة الكيميائية. الخميرة تلقاتو. عندي اربع مغارف كبار من لحظة ولا بودرة الحليب. وعندي اه خمسمائة جرام من الماء اللي يكون دافي. والهنا اللي تحب تنكيها الخبز تحت تقدر تدير بودرة الثوم اللي هنا بزاف تجي الخبز تاكم ميجي بنين. ميجيش ميجيش سامط. ممكن الناس اللي تحب تنته بها وتقدر ديروا اي توابل فيها فقط انا نحب الثوم فيها لانه تعطيها نكهة غير يعني حتى اللي يضغوا رح يفيق ما يفيقش على واهل الخبز تاكم بنين هكذاك. وكما شفتوا طريقة بزاف سهلة. نخلط جامع المقادير مع بعضها. ونبدأ نطم فيها بالماء. اه بما انه الطريقة سهلة هكذا نرح نغتانم الفرصة لهنا رح نوجه كلامي لكل فتاة الكل سيدة. اه قاعدة في الدار ما كانش في نا اللي ما تحبش تخدم اللي تحب تزيد دراهم نروح خاصة انه ما نحبوش نخرجو. الناس اللي تحب تخدم في البيت جبت يكون مشهورو عرائع وهايل. اه خاصة ان لبنات اللي تخرجو. احنا نعرفو بزاف بللي عنا هاد المشكل في بلادنا. تخرجنا كامل لو احنا قاعدين كامل. الناس اللي تدي في منحة البطالة. والبناس اللي تدو في منحة البطالة. نستثمرو هادو كل دراهم. اوليو باش نقعدو غير نطمو فيهم. علاش ما نستثمرو مش احسن واحسن. على غانا حنخلي لكم في صندوق الوصف في اول تعليق. رح نخلي لكم الرقم تاع الاخت اللي رح تتواصل معاكم بيان شغل رح تكون ديسبونيبل عندكم يعني في كامل ايام الاسبوع رح تفهمكم في نوع العمل كيفاش تخدمو ما كمش رح تقعدو بركة والحاجة المهمة والاكيدة اللي ناكد عليها انا هنا اقول لكم بل يا راكم غير تلاحبتم مثلا غير تطلعوا لنوع العمل يعني كفضول فقط باش نرضيو هادك الاخر تعنا على اغلال الحب المعرفة والفضول اللي عنا نقدروا نتصلوا بها نشوفوا وش هي الخدمتها اه وش هو نوع تالعمل طريقة تعوز كهوة حلالس كهوة حرام يعني هي رح اتعطيكم جميع التفاصيل اللي اتهمكم اه ان شاء الله بركة تضربوا عليها طلعه انا حنخليكم كما قلت لكم في اول تعليق الناس اللي تقسي فيه في صندوق الوصف وين جاء صندوق الوصف وصندوق الوصف نحنا نلقاوها في اه في في كل فيديو غير نضغطه على هادك السهم اللي يجي باحد العنوان هادك هو صندوق الوصف غير نضغطه على هادك السهم اللي متجهن حول الاسفل غرايح يتفتح النا صندوق الوصف هادك هو صندوق الوصف نحط لكم فيه المقادير وينو بزاف لقيت هاد السؤال يتعود عندي انوك على هادي اللي حبيت النواة نستسمحكم معذراني هنا ونقول لكم باللي يعني خرجت لكم شوية عالموضوع ودوك ها نرجعو للوصفات تاعنا على غوش درت انا هنا درت تخوى بول دو بول درتهم قد بعضها موبول لحل درتها كبيرة هادو كل يدو بولا حنخرج منهم كنز كنز كل واحدة نخرج منها كنز كنز والكبيرة نخرج منها من تسعة حتى العشرة باسكو الكبيرة راح نحلها كاري ونخرج منها ثلاثة والصغيرين راح متخانط شفتوا الطريقة العاملية كنتوكو نزم تكون ذاكية دونك واحدة نخرجوا منها تسعة حتى العشرة لانو اه حنفتحها كاري بجانسوك نديروها كبيرة نفتحها كاري باش نخرج منها اه شرائح اللي راح نديرو بهم ثلاثات دونك كل واحدة كاري راح نخرج منها ثلاثة وبالنسبة لصغر هم اه ثلاثين وكي ما شفتوا هنا فقط سر تعنا في النجاح تعهادو الوصفة كل وين تخليو العجينة تعنا تريح كل وين نحصل على اروع وخبز في التعشاورما دونك انا هنا لكو تشوف يعني نفتح فيها رقيقة لقد ما نقدر القطر تعال الاخر اللي هنا يا من اه كانز حتى لثمانتاشين سنتيمتر لانه هو يزيد يركح شوية زيدي عاود يتلم ومباشرة انا فتحتهم كاملين ومبعد بتنطيب فيهم في المقلة ما نديروش المقلة تعنا باردة لانه لو كنديروها باردة ما هيش راح اه كفا نقول اح يقند معاكم راح يجي يابس دونك اندر ترشو من هيه تكون ضيفة ونبدأ انطيب الخبز التاعي ما نديرو لا فيسا شي لأولو انه ويلا تبعتوا كيما قلت لكم شوفوا هداك الخبز الرائع لا راح تحصلوا عليه صدقوني وصفة رائعة بزاف خلاص ميد قطع ما يسرلو حد شي اون بلوس ما قادر تعو نشوف فيها باللي بسيطة انا الهنا صغيرا انا تجيبتهم على الجهتين حطيتهم وكذلك بش ما يجيناش لفيديو التعناة طويلة هادوك الكاري هادوك اليبو اللي درتهم كبار اراني اه قصيتهم اطيبتهم حتى هما في الطاجين الكبير ومن بعد قصتهم الى شرائح ذو كتشوفوه من بعد كينصلوا في ااا اتزيم باذن kunne الله انا نكمل كامل الخبز تالي هكذا ونرحوا للجاج الدجاج ديما نتبلوه على الاقل ااا ليلة لازم يقول حتى 24 ساعة اللي اغوش عندي لهنا المقادر اللي تكفيني باش ندير 30 انا اعطيكم مقادر تع 30 وحدة الصغيرة هادوك الميني برك الاغوش عندي عندي ااااسدر كومبلي تاح الدجاجة يكون كبير عندي ياورت ناتشوغلة ياورت طبيعي عندي التوابل تاح الشورمة الثوم الملح وفلفل اكحل الفلفل اكحل الفلفل الاسود انا نضيفولي انه نحس بلي في التوابل الشوار ما ما يحطوهش ولا هاد الخلطة لازم نخليها تبات على الاقل 24 ساعة ولو كنا مزورو به نضرر انا نخدمو بها تنظم انا هنا بعد ما باتت عندي هديك الخلطة ريحة انوجد نجيب مقلة ولا ندير فيها زيت ندير فيها البصلة ندير فيها الفلفل انا ندرت الفلفل حار مع انه ما هوش حار حار يعني يتنفتش الفلفل حار بشي مدلها ديك النوكها جي شوية سبايسي ولكن ملقيتش مباشرة خليتهم على النار غير شوية برك وبديت نضيف فيها داك الدجاجة هنا الى حبيتو الشاور متاعكم نجيكم لحا لازم تتبلوها من قبل الناس اللي ما عندهاش توابل تاع الشاور ما ما تحبش تخسر يعني دراهم في حويج يعني نشوفهم وهمش محتمين علينا لانه تقدري تتبليها وحدك في الدار وتقدر تخرج لك بنفس البنة فقط وش نديرو لها نخلطوا كامل توابل يعني النارس الحانوت ومالح في الفلك حال الكمون العكري نديرو في التوابل كاملين جمعوهم احين تحصلوا على نفس النتيجة ونبقى نقلب فيها مانا نغفل وش عليها باش جينا طريا وما تحرقن باش على اغا بعد ما طابت لهنا نضيف لها جبن طريا هنا درت جبن وادي لانه بزاف يدوب يعني فيه سعب الخف ودرت لها شوية تعلق خانف خاش بس ما تجيناش هديك الشاور متاعنا ولا الرولز هادو ما يجيونا نشوفين نخليها تبرد شوية ومبعد نبدأ المونتاج هلو وش عندي انا نحط هادو كامل ستفت كامل هاداك الرولز اللي عندي الهنا بزاف مهمة انكم ما تخدموش كل حبة وحدها لا لا كيتو علادنا باركزمبل كونتيتي تاعة ثلاثين ولا اربعين ولا وش نديرو نفرشو كامل الخبز تاعنا ولا هاد التعشاورما ونبدأ نعمر هكذا باش نعمر كامل نفس الحجم ونشوف ما هوش نبدأ نعمر كل وحدة هاي تخلاص لي مثلا الحشو تاعي في اه ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين القابل اللي حبات عمرتهم بزاف حبات لالا فهمتو دونك من المستحسن انه نحطو نعمره غير بشوية وكي ما كنت شوفو فيها راني كون نشوف باللي راهي ناقصة الحشوة على اخرى نحي من الحبة اللي نشوف فيها راي محشية بزاف وندير في الحلوة الحشوة اللي نشوف فيها راي قليلة وشوفو كيفاش التدويره تحاول لانه الخبز تاعمي يناس اللي ما تحبش تقدم الخبز حبات تشري الخبز تعبرها هاداك الطرطية هاداك ما لقيكو شوية حلوة هي هاداك اللي يقول حلوة تحايفز اللي صنطنة شوية لشاورمة إلا كان نشيتوها باركزمبل لقيتوها يابسة ولا درتو وحدة في الدار ولقيتوها يابسة سامبل خلاص لاستويس حنعطيها لكم دخلوها للميكرو واند دور لكم واحد الاربع الى خمسة ثواني فقط حت الترخف معاكم وترجع روعة تعطيكم الطاع مهما وش كانت يابسة يعني هاداك تبعوها في هادوما تبعوها في الفايدو بغيك تبعوها في يعني في الشاورمة تاعي وهي اللي كل هنا النوع الثاني اللي قلت لكم يعني مبغيتش نوري لكم بش ما يجيناش الفيديو طويلة بعد ما يعني طرحت الحبات تاعي هادوك طرحتهم كاري وانبعد بديت نطيب فيهم على طاجين تعنا هاداك الكبيرة نطيبوا عليها المحاجب دونك طيبت كما نقولي وحدة كبيرة بعد ما طيبت هالكارية الكبيرة نقسمتها على ثلاثة وكان ندرت عشر عشر قرصات كل قرصة خرجت منها ثلاث شرائح يعني ثلاثين وحدة وبدأت نحشي فيهم ونتخلت راحا نوري لكم هنا داكور كيفاش درت هادوك الرولز تاعي تاع الشاورمة نقسمهم اون دو ونروح نجيب واحد لبوكس على اغلو بخي تحشاور ما هكا كدروها وحدها رول هكا كمانا يرى ما هيش صغيرة 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 رأي شوية كبيرة دونك بلا شي ناسي ساختحها هادا كامل نحسبوها با 14.000 14.000. 14.000. 14.000. 500.000. إلا كنت فياند كيف كيف نحسبوها من 16 حتى 18.000. انا هنا كيندي لا ديكوراسيون باسكو ديجا لابوات وحدها هادو تتباع بثلث الاف وبلاشي هادك السلاطة وهاد الكرم الموف والمايوناز والزيتو نحن ديكوري به دونك هكا بوكس وحدها وحدها رح نحسبها من 17 ل 18.000. دونك على حساب البري انتا البولي اللي شريناه بيانسور احنا هادك ندروها غال ديكوراسيون سلاطة باسكو على بل مستحيل واحد ياكلها ياكلو غير يعني الصالي تاعنا باك ياكلو غير هادك الشاور ما دونك هدايا النوع الاول والنوع الثاني اراني يخلط كما كنتو تشوفوا البولي تاعي خلط مع هال الفرماج لانه كما تشوفو مشوية ميني مهمش كما الاخرين هادو مهزوليش الحشو بزاف كما الاخرين وك هادو ما نحسبوهم بلاشي هادو كل هادو ديجارة هي سقامت لنا فيه 3500 وحنا ما زال ما درنا وحنا ما درنا الاخرين لانه كما تشوفو غير هادو بلاشي الاطياب بتاعها وبلاشي الاجاج وبلاشي كلش بلاشي التعب هادو ديجارة هي سقامت لنا فيه 3500 وحنا مازال ما درنا والو. هلو قبديتنا نحطهم هنا فقط لازم تديروا شوية على سوس انا هنا درت سوس تاع الجبن باش تخرج لي اقتصادية وتوالي من اكثر. اه لسقوها بالمايوناز باش ميقعدوا شي يلعبوا باسكو كي تحطوهم هكي يقعدوا يلعبوا هادو كل لازاسيات في النص وديكوريتهم الشي اللي كان عندكم ديرو زيتون ديرو سلاطة ديرو اه موك فولا هدي هي لفيديو تحنا النهار اليوم اه معتذر بزاف على التأخير ونقول انكم نتلقى ان شاء الله في فيديوهات رمضان ان شاء الله نصوموه بالخير والهنا سحر رمضانكم ينعاد علينا وعليكم بالخير والهنا سلام. اشتركوا في القناة